ما نقدرش ننكر ان من اهم الاعراض الجانبية اللي احنا شفناها السنتين اللي فاتوا بسبب الكورونا هي موضوع تساقط الشعر وخلينا نقول ان 45% من السيدات بتمر بقصة تساقط الشعر خلال مرحلة معينة في عمرها وكذلك الرجال فلما عملنا فوتنج الاسبوع اللي فاتت نتكلم عن ايه في الحلقة الجاية انت اخترتوا موضوع التساقط عشان كده النهاردة انا هبسط لكم الحلقة جدا هنتكلم عن ازباب التساقط هنتكلم عن علاج اقتصادي وفعيل موجود في مصر حلو جدا لقصة تساقط الشعر وبيعالجها وطبعا هقول البديل المستورد للمتابعين اللي موجودين في الخارج زي ما طلبتوا مني فتابعوني في الحلقة زي ولللي اول مرة يشوفني انا دكتور نادية عملو سبسكرايب للشانل ويلا نبدأ خلونا نلخص اسباب تساقط الشعر فاربع نقاط اول نقطة بالنسبة لنا هتكون الكور بلاد سيركوليشن او ضعف الدورة الدموية بالنسبة للفروة طبعا الفروة بتاعتنا او اي حاجة في جسمنا بتتاخد غزيها عن طريق الدم فلو الدم مش واصل كويس لفروة راسك مش هياخد منها الفيتامينات والمعيدن من الاكل او حتى لو فيتامينز انت بتاخديها بشكل كافي فبالتالي شعرك هيتعرض للتساقط فاحنا من الحاجات اللي محتاجين نستخدمها على شعرنا هي حاجات بتقوي او بتنشط الدورة الدموية في فروة الراس تاني سبب معينا هو هرمون اسمه الدي هيدرو تستوستيرون او الدي اتش تي دايما الديكاترة بتتكلم عنه الهرمون دوت مشتق من هرمونات الزكورة التستوستيرون وموجودة مستقبلاته بشكل كبير في نص الراس عشان كده دايما حتى الرجال لما بيحصل لهم صلعة بيحصل لهم الاول من النص وبعدين من الجناب الهرمون دوت خلينا نشوف بيتكون ازاي التستوستيرون بانزيم اسمه 5 الفاردكتيز بيتحول لدي هيدرو تستستيرون والدي هيدرو تستستيرون دوت لما بتكون او الدي اتش تي لما بتكون نسبته عالية في فروة الراس ده بيقدل التساقط فعشان كده احنا لو هنستخدم حاجة على فروة راسنا محتاجين نعمل حاجتين ياما نوقف الانزيم اللي بيعمل الهرمون ده اللي هو 5 الفاردكتيز انهيبتورز ياما نقفل المستقبلات بتاعة الهرمون الدي اتش تي وده برضو موجود في العلاجات اللي انا هكلمكم عنها دلوقت تالت سبب معينا هو موضوع نقص الحديد طبيعي جدا الناس اللي بتعيني من الانيميا تكون برضو بتشتكي من قصة تساقط الشعر ده ممنتهى البساطة لان الهيموجلوبين في دمها قليل والهيموجلوبين من اهم وظيفه ان هو بينقل الاكسوجين لكل اعضاء الجسم فلو انت الاكسوجين عندك قليل بالنسبة لفروة راسك طبيعي جدا هيحصل تساقط فالناس اللي عندها انيميا مهم جدا تكون بتاخد حديد وماشي مع دكتور انها تعالج الانيميا عشان التساقط بتاعها بيقل يعني زي ما اتفقنا هي مجموعة اسباب لما نعليقها بنلاقي فعلا الموضوع اختلف بالنسبة للتساقط رابع سبب بقى معينا هو الاسترس طبعا كلنا بنتعرض الاسترس كبير بالنسبة لشغلنا او حد لو حد ديبريشن اكتئاب اي ضغط من اي نوع زي مثلا الكورونا الكورونا كانت احدى اسباب الاسترس اللي الجسم اتعرض لها فبالتالي حصل تساقط فلو احنا ركزنا اوي في ان احنا نعالج الاربع اسباب دول اكيد شعرنا هيختلف والتساقط هيقل بنسبة كبيرة بس مهم الاول دلوقتي احكي لكم مراحل نمو الشعر عشان برضو اقول لكم المواد الفعيلة بتشتغل ازاي في كل مرحلة مراحل نمو الشعر التلات مراحل مهمين اول مرحلة هي الاناجين فيز ودي مرحلة النمو تاني مرحلة هي الكاتاجين ودي المرحلة قل في النص اخر مرحلة هي التلوجين ودي المرحلة اللي بيتساقط فيها الشعر خلينا نقول ان شعرك لو بيقع من 50 ل 200 شعراية في اليوم ده معدل طبيعي جدا وانت مش محتاجة تقلقي منه ولكن لو اكتر من كده او انت حسن الفرشة بتاعتك مليانة شعر لا تبدأي تقلقي طبعا ونشوف الاسباب اللي زي ما حكينا عنها في اول الحلقة ونبدأ نعالجها في دو مشهور جدا في قصة العلاجات بتاعت الشعر وهو المينوكسديل خلينا نقول ان المينوكسديل ده كل اللي بيعمله ان هو بيطول المدة بتاعت الاناجين او بيطول المدة بتاعت نمو الشعر فالشعر بيفضل اكتر في فروة الرأس فبالتالي بتحسي انه مفيش تساقط وبتحسي ان شعرك ملأ والفراغات مبقيتش موجودة في الاول زي ما انت كنت بتعيني منها ولكن الناس اللي بتستخدم المينوكسديل عارفة كويس جدا انها لو وقفته شعرها يقع بمنطقة البساطة لان المينوكسديل بيخلي الشعر في الاناجينفيز فالاناجينفيز دي اللي هي مرحلة النمو ولو احنا وقفنا الحيلة اللي مسبتة الاناجينفيز دي هينقل بسرعة جدا على التيلجينفيز وبالتالي شعرك هيتساقط طب المينوكسديل ليه فوائد كتير جدا ازاي نستخدمه بس ما نحصلش على العرض الجانبي لو احنا عوزنا نوقفه يعني مثلا نستخدمه 6 شهور وبعدين نوقفه ازاي بقى الشعر اللي طلع دوت ما نخلهوش يتحول بسرعة على التيلجينفيز ويتساقط خلينا نشوف مع بعض ايه العلاج اللي انا هكلمكو عنه النهاردة من اهم مميزاته وينفع نستخدمه الواحده وينفع نستخدمه مع المينوكسديل عشان ما نحصلش على العرض الجانبي بتاع التساقط فخلينا نبدأ مع بعض كلام عن المكساناجين المنتج اللي هكلمكو عنه النهاردة انا باستخدمه بقى لي 3 شهور وفعلا فارق معايا قوي وهو اسمه مكساناجين من شركة فاكسل خلينا اقول لكم اللي فيه منه 2 forms الشامبو واللوشن وهنتكلم عن كل واحد منهم على حدة وطبعا هقول لكم الاسعار وهقول لكم كمان حاجات كتيرة جدا مميزة في المنتج ده اول حاجة خلينا نتكلم على المواد الفعالة علميا اول حاجة جواء الكافاين الكافاين من المواد الفعالة المهمة جدا في قصة تحفيز نمو الشعر بيعمل حاجات مهمة اول حاجة هو فازو ديوليتر او بينشط الدورة الدموية في فروة الراس وزي ما احنا تكلمنا في اول الحلقة ان ده بيكون سبب من الاسباب الاساسية في التساقط تاني حاجة هو دي اتش تي بلوكر وبرده تكلمنا في الاسباب ان الديهيدرو تستوستيرون او الهرمون دوت لما بيكون موجود بشكل زيادة في الفروة الشعر بيتساقط فكده نحتعبر ضربنا سببين تالت سبب وهو من اهم الاسباب ان هو بيحفز اي مادة فعالة تانية تتحط معيه في اختراق فروة الراس وانها تدي الفعالية بتاعتها وفي دراسات معمولة ان المينوكسدين لوحده مش زي المينوكسدين ابدا مع الكافاين بالعكس المينوكسدين مع الكافاين انا حط لكم الدراسة دلوقتي بتفرق جدا في موضوع تقليل التساقط وبتفرق جدا في موضوع اعادة نمو الشعر فلما بنستخدم الكافاين كده احنا ضربنا كذا سبب من اسباب التساقط والكافاين موجود بالنسبة كويسة جدا 1% جوا المكسانجين شامبو ولوشن يعني احنا دلوقتي لو شربنا شاي وقهوة شعرنا مش هوا عشان في كافاين السؤال ده على فكرة بنتسيله بجد الشاي والقهوة مرهمش علاقة بقصة التساقط وما فيش اي دراسات بتقول ان احنا لو شربنا كافاين هيفرق في قصة التساقط ولكن كل الدراسات بتقول ان احنا لو استخدمناه موضوعيا هيفرق جدا في موضوع تساقط الشعر تاني مادة فعالة جوا المكسانجين هي البيوتين لما لقيت ان المنتج ده جوا بيوتين بصراحة انبسط جدا لان طبيعي لما بتحصل قصة التساقط احنا الدكاترة بتنصحنا بان احنا ناخد مالتي فيتامين جوا بيوتين او حتى بيوتين بيور زي ما انا حطى لكم كده على الشاشة فلما تستخدمي بقى منتج موضوعي في بيوتين عشان يخلي شعرك ما يتقصرش بسهولة ولا يتقصف بسهولة ويركده كمان البيوتين هو فيتامين بي 7 او فيتامين اتش فهو فيتامين فلما بنستخدمه بيحسن شكل الكيراتين بتاع الشعراية والكيراتين مكون اساسي للشعر فلما بتستخدميه اكيد اكيد التساقط بيقى وفي شوية اضافات حلوة جدا محتوطة برضو في المنتج دوت وهي فيتامين اي وزي ما احنا عارفين ان فيتامين اي هو مضاد للاكسادة وده بيحمي شعرك من الاسترس اللي بيتعرض له من الشمس والبحر وغيره ان هو يبقى باهت وهيش ومفهوش اي لمعين بيخلي الشعر في حياة اكتر كتير من لو انت بتستخدميش حاجة فيها مضادات للاكسادة وكمان معروف عن عمتا علاجات التساقط ان هي بتنشف الشعر قوي فعشان كده المنتج دوت فيه بانثينول وكوكونات اويل او زيت جوز الهند والبانثينول عشان يدي تغذية وترطيب للشعر فما تحسيش بقصة الجفاف دي خالص وانت بتعالجي التساقط وزي ما قلتلكم انا بستخدم المكساناجين الشامبو بقى لي اكتر من 3 شهور هو كان سعره 138 جنيه وانا كنت جايباة من سيدليات مصر ولما العبوة خلصت بعد شهر ونص كررتها بعبوة تانية لان بصراحة المنتج يستاهل وزي ما انا اعيللكو كمان ان انا استخدمت اللوشن بقى لي اراوند في ده شهر ونص وفعلا فارق معايا جدا سعر اللوشن 168 وبرضو موجود في سيدليات مصر استخدامتهم بقى الشامبو بنستخدمهم مرتين لتلاتة في الاسبوع مش محتاجة اكتر من كده خالص زي ما انا قلت بسبب المواد الفعالة اللي فيه اما اللوشن بقى عشان هو علاجي فاحنا بنحط 6 بخات الصبح و6 بخات بالليل مع مساج لفروة الراس او تنشر بخة على بعض بالليل هيفرقوا معايا جدا في التساقط فاجربوه وبالنسبة للمقيمين خارج مصر تقدري تستخدمي مع الروجين اللي هو المينوكسديل الباشين لان فيه نسبة كافيين محترمة واحنا في الحلقة دي اظن تكلمنا عن اهمية استخدام الكافيين مع المينوكسديل لو انتي بتعيني من قصة التساقط اما بقى لو انتم عايزيننا نتكلم على المولتي فيتامينز اللي بتحفز نمو الشعر اكتبوه لي تحت في الكومنز وخلينا نعمل عنها حلقة مخصوصة وده كان ريفيو سريع عن ونتج انا جربته وعجبني جدا لانه اقتصادي وسعره كويس وكمان بيدي فعالية هيلة جدا بسبب المواد الفعالة اللي فيه فجربوه وقلولي رأيوكو لو عجبتكم الحلقة اكتبولي في الكومنز وعملوا شير لصحابكو وشوفكو في الحلقة الجاي